السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاملين ايه يا ربكم بخير. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم عن معدلات التحويل اليومية يعني ايه معدلات التحويل اليومية للأوقار. زي ما حضرتكم شايفين في الصورة شايفين عجل الانجس شايفين عجل الهيرفورد السيمينتال الهولوشتين الخليط. طبعا فيه سؤاليات كتير بترتيب كهذه الصورة ديت اللي هو عجل الابراضيين اللي هو مشهور عجل الانجس عجل الهيرفورد اللي مستعرس اللي قدام حضراتكم السيمينتال الريصتين الخليط. طبعا فيه سؤاليات كتير جدا. جدا جدا. بالنسبة للعجوم المستوردة فيه الشاروليه في اللاموزين في السيمينتال فيه الليرو باك فيه البرادو فى فيه سjay اللا كتير الجدا فيه السورت هون فيه س işiعدا كتير جدا فيه البلجيكي اا فيه سريه كتير جدا مهدلات تحويل تحويلتها ممتازة ولكن الصورة اللي قدام حضراتكم دية دلة على المقصد من الموضوع ان العجل المستورد اقل تحويل له اقل تحويل له او متوسط تحويل له اتنين كيلو زي ما انتم شايفين فصول. طبعا هنبتدي بعجل الابرادين اللي هو مشهور في مصر بالعجل الانجس. وعجل الابرادين دوت مش اسود بس عجل الابرادين دوت اسود واحمر. وبيشتهر هزا بتشتهر هزي السلالة بمعدل تحويلاتها الممتازة من اثنين كيلو لاثنين كيلو ونص. طبعا التأديرات اللي خدوها ديت كانوا خدوها من فترة كبيرة جدا. ولكن بالتقدم العلمي العجل الهيرفورد وصل معدلات تحويله لاثنين كيلو واثنين كيلو ونص والسمنتال كذلك الامس والله كتير جدا عدة التحويلات ديت. فضل الله مع الاهتمام ومعرفة جودة الحيوان. قدرنا نوصل لمعدلات تحويل اكتر من كده. طبعا ياريك كل السادة الافاضل اللي بيسمعوني لو اشتروا العجولة المستوردة ديت او خدوا منها لو حد عمل عنده تحويلات قليلة تحويلات كبيرة ياريت يؤطرنا في الكومنتات وان شاء الله نفيده لو هو محتاج الافادة بازن الله وان شاء الله ندعمه في اي حاجة هو محتاجها. اه بالنسبة طبعا عشان ما نبعدش عن الموضوع. بالنسبة للعجول الابرادين عجل الابرادين دوت عجل بيستحمل درجات الحرارة بيستحمل جو بيستحمل حاجات كتير جدا. اه بيقد يصل هذا العجل الى طن ربعمائة وخمسين كيلو. وده يعتبر مش كاكسى حد لا. كان المنزومة دي هتمحطوطة من فترة برضو. ولعشان ما نطولش في عجل الانجس هنخش في عجل الهيرفورد. طبعا عجل الهيرفورد دوت بيتمايز برضو بانه بيستحمل درجات الحرارة ممتاز جدا منعته ممتازة جدا. اه معدل التحويل بتاعه في الفترة اللي عملوا عليها كانت اتنين كيلو متوسط التحويل. ولكن عجل الهيرفورد دوت اول اكتر من اتنين كيلو واتنين كيلو وربع هو قد وصل الى الاتنين كيلو ونص في بعض المزارة وبعض المربيين الافاضل هم اللي قالونا الكلام ده. وطبعا عام تجربة مع العجول المستوردة وصلت التحويلات اكتر من كده سواء كانت في مصر او برا مصر او في دول العربية او الدول الخارجية. العجول دي تحولت تحويلات ممتازة 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 وصلت لموازين رهيبة. اه عجل الهيرفورد قبل ما اخرج منه. عجل الهيرفورد وش ابيض واجهة ابيض. بطن بيضة. الديل ابيض. ده التوب احمر زي ما انتم شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله. ده عجل الهيرفورد. اما بالنسبة للعجل السمنتال. العجل السمنتال زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده. بيصل معدل او متوسط التحويل بتاعه اتنين كيلو. لانه عدل لاتنين كيلو. وكلمة متوسط يعني ولد انه اوصل اتنين كيلو وربع. ولد انه اوصل اتنين كيلو ونصف. ولد انه يعلى اكتر من كده. فاحنا بندي متوسط للموازين عشان الناس تبقى عامل حسابها ان العجل ده بيدي التحولات. طبعا العجل الهلوشتاين الاوروبي ده وصل معدل التحويل بتاعه الى كيلو وخمسمائة جرام في اليوم كيلو وخمسمائة جرام في اليوم. والعجل ده ممتاز جدا 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 وبياصل برضو لموازين كبيرة بسم الله ما شاء الله حاجة برضو مفتخرة. عجل الخليط وتاعةfr Sayfa الخليط بتاعنا اللي هو الهاجين بين اي سلالة وثلالة بس مش السلالات طبعا المستوردة. آآ وفي بعض الهاجان المستوردة بوصل تحويلها الى اكتر من كيلو وخمسمائة جرام. بس طبعا بهاجين ممتاز. آآ العجول الخليط بقد يصل التحويل بتاعها زي ما حضركم شايفين كيلو تلتمية جرام. وكيلو تلتمية جرام ده معدل التحويل اليومي للعجل. وبيصل عجل الخليط الى ربعمية كيلو ربعمائة وخمسين خمسمية. حسب آآ النفس الطويل اللي شغال معاه في معدلات. آآ اما العجل البلدي فتحويله بيبدأ من ستمائة جرام معاك لحد كيلو كيلو ميت جرام كيلو وماتين جرام ده لو كان بطل. ده العجل البلدي بتاعنا. طبعا عشان نتكلم في المواضيع بتاعت العجول والتحويلات فيه فيه عجول كتير جدا زي ما سرطاها لحضراتكم. العجول دي موجودة. والعجول دي جات الحمد الله فضل الله مصر. وتم التعامل معاها. وطبعا مربينا الافاضل المصريين. بسم الله ما شاء الله ادروا يتعاملوا معاها وادروا يوصلوا فيها لمعدلات تحويل ممتازة. والعجول دي اتعايز اقول لحضرتك كل واحد مربي يخايف ان يخش موضوع العجول المستاردة. العجل المستارد ممتاز جدا جدا يا جماعة. ما فيش فيه اي مشكلة. بيدي تحويلات ممتازة. ولكن الاهم انك تفهم العجل ده هتتعامل معا ازاي? وانك انت هتقدر توصل معا ازاي? في معدلات التحويل. وازاي هتوصله الموازين ديت. ولما يوصل للميزان دوت ازاي هتتعامل معاه? وازاي هتعرف تخرجه من مكانه? لانه كل ما زادت في ميزانه كل ما زادت قوته وثقته بنفسه. خد بالك لازم ان تبقى اخد بالك من النقطة دي كويس جدا. اتمنى من الله ان اكون افدتكم. ولكن ما تبخروش علينا بالاعجاب يا جماعة لان ده هيفيدنا ويفيد قناتنا ان الناس كلها تتفرج وتتعلم وتفهم الدنيا ماشية ازاي? وادل على الخير كفاعله. اه نتمنى من الله التوفيق للجميع. اتمنى من الله ان اكون وفقته في ما قدمته اليكم. واتمنى من الله ان اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد ابراهيم.